توقف طلبة الجامعة لهاشمية اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع عن استخدام حافلات الشركة المتكاملة من وإلى الجامعة بناء على توصية من مجلس طلبة الجامعة وقال أحد المشاركين إن هذه الخطوة جاءت احتجاجا على إهمال الجهات المعنية لمعاناة الطلاب مع الشركة الناقلة منذ سنوات وأوضح أن الطلبة تلقوا وعودا من الجهات المسؤولة بتحسين المركبات إلا أن الوعودة لم تنفذ وأضاف أن الطلبة وفي خطوة تصعيدية سينفذون إضرابا كبيرا تحت عنوان أن نوفي جامعة أسلم من الموت في الباص وكان طلبة من الجامعة عادوا إلى منازلهم سيرا على الأقدام يوم الخميس الماضي احتجاجا على عدم توفر وسيلة نقل آمنة لهم طلبنا من الشركة المتكاملة طلبين أساسيا الطلب الأول أن تلتزم بأعداد الباصات الموقع عليها لأنه لا تلتزم هي بتبعث النص أو ثلاثين عدد الباصات المتفق عليها ما بين الشركة المتكاملة وهيئة النقل العام وطلبنا منهم أن يحدثوا أسطول الباصات لأن الباصات الشركة المتكاملة فيها مشاكل فنية كبيرة جدا تؤدي إلى تعطيل الباصات في رحلة الإياب والذهاب إلى الجامعة لأنها وقفة تعبر عن غضب الطلاب واستياءهم من شركة المتكاملة وهي بداية لإضراب واعتصام سيقام على بوابة وزارة النقل يوم الخميس إن شاء الله اشتركوا في القناة